ما تخافش على الأهلي طول ما الأهلي فيه هذه القاعدة الأهلوية التاريخية أنه جيل بيسلم جيل أجيال بتسلم بعض على مستوى الإدارة، على مستوى اللاعبين، على مستوى الإداريين، على مستوى الفنيين لكل الأجيال بتتعاقب وتتولى ويبقى الأهلي هو العنصر الثابت الثابت بقيمه، بسياسته، بمبادئه، بدستوره بكل ما يحكم العلاقة بين الأهلي وكل المنتسبين فيه على فكرة النهاردة كابتن محمود الخطيب حرص على تلبية دعوة مبادرة مبادرة إرادة للمكفوفين مبادرة إرادة هدفها الدمج المجتمعي للمكفوفين الناس اللي ربنا حرمهم من نعمة البصر ووهابهم البصيرة طبعا في لقاء كابتن محمود الخطيب هم طلبوا يلتقوه لبى الدعوة بتاعة المبادرة والتقاهم وكان فيه حديث ودي لطيف جدا معاهم والمبادرة هدفها في الأساس مساعدة هؤلاء الشباب على خلق فرص عمل لهم ومنحهم السقة الكافية للاندماج المجتمعي والقدرة على التطور وتنمية مهاراتهم العالية والتأكيد على إرادتهم في اقتحام مجالات العمل المختلفة وجه القائمون على الحفل الدعوة لكابتن خطيب للمشاركة بوصفه نموذجا يحتزى بمسيراته الناجحة مع النادي الأهلي والمنتخبات الوطنية وعبر المشاركون عن سعادتهم الكبيرة بحضور رئيس النادي الأهلي قام بتوقيع عدد من التيشرتات والتقاط الصور التذكرية مع هؤلاء الشباب اللي ليهم طبعا كل الحب جزء من انشغال النادي الأهلي مسؤوليته المجتمعية أي بقولك منشغلية أي انت مش سايب حاجة للصدفة انت بتحاول تقطع من كل ما جاء من واجب من واقع مسؤوليتك أي الرياضية والمجتمعية والوطنية والقيامية أي فانت مشغول وربنا دي ما نعمة